كل بقى اللعيبة اللي انت قلتها دي تيجي الاهلي والزمالك يجبوها منين؟ طبعا انت بتتكلم مع الاهلي الاهلي عنده القدرة انه ولانه عنده مكان للعيب اجنبي والزمالك فضه مكان للعيب اجنبي بخروج زكريا الوردي فدلوقتي بقى الاهلي والزمالك عندهم افضل ايه طبعا مش اروح ليه انت عندك اوشن تشتري 3 لعيبة اجانب تحت السن 2001,2003,2006 مش اروح ل2006 لعيبة 16 سنة صعبة جدا تلعب فارروح ل2001 و2003 يعني انت بتتكلم مع الاهلي انه العيبة الاهلي وزمالك يجيبوهم اجانب المجورتي لازم الاهلي يستوفي التلات مركز الاجانب بتوعه مفيش كلام صح مفيش كلام الاهلي ومصري بقى السؤول مصري فيه العيبة ممكن تلعب في الاهلي وزمالك طبعا جازين يعني نهاردة واحد من العيبة نهاردة عملاش على اسبوت عشال وقت خالد عبدالفتاح الزهير الايمل لنادي سموحة ممتاز صح واعتقد ان هو هيبقى ضمن خيارات فيتوريا نتذكر الكلام دي مع بعض في المعسكر القادم خالد عبدالفتاح يكون من ضمن خيارات فيتوريا من نادي سموحة مركز الاجانب اجبني كمان احمد مصطفى اوي لعب سموحة احمد مصطفى الاجانب ممتاز بلعب بلايميكر واحيانا على الجناح لكن خالد عبدالفتاح تحديدا اعتقد انه هيبقى عليه خناقة والفترة اللي جاية اذا ما قرر الاجانب يتعاق مع زهير ايانب يا ربي اسمه اعمن على الثاني في المقاولين بلعب في منتخب الشباب بلعب طبعا عمر فايد عمر فايد طبعا ده رائع كان مطلوب بدون الدخول في تفاصيل ارجوك يتلع اوروبا كان مطلوب ان هو يروح احد الاندية اندية عيلة كبيرة في مصر يتلع اوروبا احد الاندية كبيرة لكن ما جلوش لسه حاجة ما جلوش حاجة بروميسنج ان هو يروحها هو العيب في منتخب الالفين وثلاتة عيب اساسي مع كابتن محمود جابر صح وهنا هدي الكريدت ولازم هدي الكريدت للكابتن شاوي غريب كنا نتكلم اقف ايه يا كريم وقلت للكابتن شاوي غريب متمرس في عادي المرحلة السنية عمر فايد قعد فترة طالما بالعبش في المقاولين خد المباريات الاخيرة في وقت حساس جدا من الموسم الماضي وقدر انه يقعد مع المقاولين في الدوري بقدم موسم ممتاز اه طبعا العيب صغير محتاج يتطور عنده لسه محتاجة حاجات تتطور في السرعات في الترنات لكن اجمالا العيب ممتاز بيفكرني جدا باحمد حجازي في بداياته فكرني باحمد حجازي في بداياته طبعا احمد تطور بعد كده